أخذكم الله خير يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة كيف نجمع بين الآية والحديث نعم الجمع بين الآية والحديث من وجهي أو من أحد وجهي الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد من ظلم يعني فيفعل من يهم فيفعل يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية ومن جاء بالسيئة فلا يزدأ إلا مثلها ولم يقل ومن هم قال من جاء بالسيئة فيقول معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل وعلى هذا فلا تعارب الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة هذا في غير مكة ويكون مكة مستثناتا من ذلك أي أنه يآخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤخر ولكن هنا نسأل إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال لا يؤجر إذا تركها لله ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث فإنه إنما تركها من جراء أي من أجله لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس شديدا فإنه يثاب أكثر ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله رجل دعتهم راءة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله الثاني أن يدعى السيئة التي أهم بها خجلا من الناس لا خوفا من الله فهذا لا أشر له بل قد يأثم على ذلك لأن هذا ترك أن يسرك المعصية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله الثالث أن يدعها عجزا عنها فهذا يعاقب على نيته السيئة ولا ينفعه عدم الفعل لأنه غير قادر الرابع أن يدعها عجزا عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها فهذا يكتب له أجه الفاعل نعم فهذا يكتب عليه وزر الفاعل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقل المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل ما بقى المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فتكون الآن ترك المعصية ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة الأول عليكم الجواب أن يتركها خوفا من الله فهذا يؤجر الثاني أن يتركها خوفا من الناس فهذا يأثن الثالث أن يتركها عجزا دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها فهذا أيضا يأثن بالنية يأثن بالنية الرابع أن يتركها عجزا مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لا يتحقق مراده فهذا يكتب عليه إثم الفاعل إثم الفاعل أما من لم يهم بالسيئة ولم تطرع له على بال فهذا لسه له إثم وليس له أجر نعم